تفصيلنا أيام قلائلة عن الزكرى الأولى لوفاة رئيس الجمهورية مارشال تشات إدريز الديبي إتنو الذي رحل عن عالمنا حاملا في يده البندقية في سبيل الدفاع عن الوطن والسلام الإقليمي والعالمي فقد عاشت تشات يوما لا ينسى وهو طريق العشرين من أبريل للعام 2021 وهو اليوم الذي سقط فيه الرئيس على أرض المعركة وذلك بعد ندال استمر لأكثر من نصف قرن هذو بدأ حياته العسكرية كجندي عادي في صفوف أفراد الجيش الشادي ليدخل المدرسة العسكرية للطيران بفرنسا ويعود إلى أرض الوطن كذاب الطيار للمشاركة في تحرير الوطن من يد الغزاة إبان السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وجعل قضية الوطن في نصب عينه ورفضه للحكم الدكتاتوري ليعود بعدها حاملا شعار الديمقراطية وهمة جعل شهاد في مصافي الدول النامية ولم يهدأ له بال ولن يمر يوما إلا وهو يسعى لأن تعرف شاد والقره بل والعالم الاستقراري والسلام القائد المغوار والجندي الفز والرجل الميدان الشجاع سلم روحه الطاهرة إلى باريها في آخر معركة من معاركه التي خادها وسجل فيها اسمه بماء من زحب في تاريق البطولات من معارك الشمال لتحرير البلاد من يد الغزاة إلى معارك الحدود للبحث أن موطئ قدم لإزاحة الدكتاتورية لتحرير كرسي الرئاسة والعودة للميدان لدحر المخربين الذين يريدون لشاد لتعود لمربع الحروب إلى ميادين المعارك مع بوكو حرام الجندي السابق تقلد الرتبة العسكرية إلى أن وصل إلى رتبة المشير ليثبت للعالم أنه حق عسكري الميدان فقدان المشير ليس للشاد فحسب بل للعالم وقد تستفيد المدارس العسكرية الدولية من خطته وإستراتيجياته العسكرية خاصة في الميادين الصهراوية والساحلية وشبح السافنة ومن خبرته وحنكته لعادة السلام في أي بقعة من العالم اشتركوا في القناة